بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم وزي ما حضراتكم شايفين في الفيديو اللي قدامكم او المنظر اللي قدامكم ده هوت منظر بتنجان تقريبا مسلوق يعني تمام او السبب في يا جماعة الخير بالمختصر المفيد هو الحرارة تمام ويريت قبل ما نبدأ الموضوع بس قبل ما لان انا دخلة في دماغي او والله اغير مجال القناة خالص ادخل في اي حاجة تانية بعيد عن الزراعة لان بصراحة القناة دي اتحرام ان هي الضيئة يعني فيها مئة الف متابع مئة الف متابع ما فيش تفاعل خالص يبدو ان محدش عايز زراعة يعني فيبدو والله في الايام اللي جاي بازن الله نغير حاجة غير الزراعة فاللي يقدر يدعمنا باي حاجة يدعم مش عايز يدعم هو حر كده كده همغير يعني بازن الله اتكلم بقى في حاجات ايه بتاعت الناس غير المجتمع الزراعي ده والله انا زهئتي من المجتمع الزراعي من الاخر يعني فالوضع اللي قدام بس كل ما بلاقي حاجة كويسة بأمانت الله يعني بحاول انزلها يعني تمام رغم ان ما فيش تفاعل ولا فيش اي حاجة فيديو بينزل بجيب الف مشاهدة ولا بتاع كلام فاضي كله يعني ما بيستحقش حتى التعب فيه ولكن احنا بنحطه يعني صدقة جارية وخلاص فالمنظر اللي قدام حضريتك ده هوت ده منظر مشكلة فيه الشمس لسعة الشمس تمام لسعة الشمس بتكون بالمنظر اللي قدام حضريتك ده هوت وفيه اسفرار كامل او بتحول للون البني زي البتنجنتين اللي هما مع بعض دول تمام ده بسبب ايه بسبب الشمس المنظر اللي حضراتكم شايفينه الاربعة اللي مع بعض دول دول بسبب الشمس صرف طبعا فيه الوان منهم فيه بتنجان منهم زي ما انت شايف ابيضة هو تتحول للون الاسود اللي هو على اليمين وفيه اللي هو الاسود برضو ابتدى السانسكالدة او لسعة الشمس برضو تأثر فيه يا ترى العلاج ايه وايه القصديا من اولها لاخرها تمام اول حاجة البتنجنتين اللي هما واحدة يعني لونهم بيدي للبني دول مش اسود تمام اللي هما الكبار دول دول بسبب الشمس ولكن برضو الشمس هنا بقى بسبب ايه بسبب حاجتين الشمس والعطش الشمس والعطش يعني مجرد النبات ما بتعرض للعطش وبتعرض للشمس فبيبقى بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده هو تمام وقد يكون يعني حرارة زي حرارة الكويت مثلا تمام او حرارة الخليج عموما حرارة الخليج عموما يا جماعة لو انت طلعت فيه الدهر كده بتلاقي كأن فيه بتجاس في وشك مش حر سابت زي عندنا مثلا في مصر احنا عندنا الحر سابت تمام لا وانت طالع كده الدهر بتحس انك انت يعني فيه هوا سخن جاي عليك فالهوا السخن ده مع العطش مع تعريت الثمار بيأثر في ان الصمرة كلها تاخد اللون البني او اللون الغير مرغوب اساسا تمام على فكرة هو جوه هتلاقيه كويس جدا ولكن مشكلته كلها فين المشكلة بتكمن فيه المنظر الخارجي تمام والناس اساسا ما بتبصش غير للايه للشكل اللي هو الخارجي تمام حتى اللي عايز تجوز بروح وبص على العروسة وبص على هبنين منظر الخارجي حتى متكلمش كويسة يلا معا اللي مشيت تمام وفي الاخر يكتشف الايه يكتشف الهرم خوف وخفر عمو قرع فده السبب السبب التاني اخد بالك انا هنقول على العلاج بس عشان ما تستعجلش علينا حضرتك انا عارف ان الجماعة الزراعين دول عصبيين فاهدوا بس معانا الله يهديكم يعني فبالنسبة بقى اللي انتوا شايفينه حضرتكم اللي هو بقى الاربعة اللي مع بعض دول دول لسعة شمس قد تكون في مصر او في دولة يعني الحرارة او سوريا الحرارة بتاعتها بتكون عالية اه بس مش زي ايه حرارة الخليجي يعني تمام فاللسعة بتكون من جنبه واحد اللي هو معرض للشمس اللي هو معرض للشمس خد بالحضرتك السبب برضو الشمس مش دخلت كده على طول واصابت الوضع ده لا اكيد في حاجة عندك غلط خلت الشمس اساسا تدخل على الثمار كده وخصوصا اللي هو مزروع في الظروف المسل اللي هو في مصر او في الدول اللي حرارتها عادية يعني بالخمسة وتلاتينات وكده تمام امورها بتبقى طيب ولكن حصل مشكلة عمل التعرية للثمار فابتده يبقى بالمنظر اللي قدام حضرتك ده هو تمام التعرية دية يا جماعة زي ما قلنا قد يكون النبات تعرض لعطش ودي طبعا صعبة تحصل ولو حصلت يبقى المزارع عايزة اطعر اعبته على طول يعني تمام او المهندس او اللوائف ده حاجات مفاش ازاري يعني تمام انك انت بتدمر الدنيا قد يكون بسبب ان حصلت تساقط لي الاوراق او النبات متقزم وشكله مش حلو تمام ايه اللي حصل في الاوراق اول حاجة هتساقط لك الاوراق في البتنجان اللي هو العنكبوت الاحمر العنكبوت الاحمر خد بالحضرتك انا لو الامر بيدي في الصف بالذات هزرع البتنجان تحت ري بالرش لان الري بالرش اساسا بيغزل اول باول التراب واحنا عارفين اساسا التراب او العفرة او الرمال اللي هي الرياح المحملة بالرمال الأتربة عموما هي التوأم بتاع العنكبوت الأحمر بيجد في غضلة بتاعته وبتبص فيه ابتدى يعشش تحت فيه على الورقة في الجنب السفلي ولما بتشتد الإصابة بتبص تلاقيه بردو ابتدى يأثر على بتشوفه من الجنب العلو كمان للورقة وبتبتدي الورقة تتاكل كلها لإن حضرتك ما عرفتش ترش هو في الطبقة السفلية فما قدرتش ترش أو ما عرفتش ترش أو ما طولت المبيد ما طالش الورقة من تحت أو حتى لو طالها وفيه تعداد كبير فنتيجة إن حضرتك بردو بتستخدم مبيد واحد اللي هو الابا مكتين اللي هو مكتوب علينا كلنا يعني زي ما يكون يعني قدر كده الابا مكتين هات الابا مكتين ورش غير يا سيد الفاضل أنا قلت فيديو قبل كده جيب لك خمس مواد فعالة تمام الفلورامايت والابا مكتين والدنسرابة كزا حاجة يعني موجودة كده المهم يغير المادة الفعالة علشان الرش يكون فعلا فعال تمام لو قدرتش تزرع بتنجان تحت ري بالرش يا ريك والله بص تلاقيه نظف لك أول بأول وأمورك هتبقى كويسة تبقى إيه علاقة بقى الإصابة؟ الإصابة بتسقط الورق لأن العنكبود ما ينتشر بسرعة فالإصابة بتسقط لي الورق فبالتالي بتكشف الثمار عندي وبتبدأ تتسلق بالشكل اللي حضرتك شايفه دهوت الحل الوحيد إنك تزرع حجن عالية في الإنتاج قدر الاستطاعة في الصيف ممكن ما تزرعش بره بالنسبة للجماعة اللي هم عندهم الحرارة عالية أو ممكن حتى بلاش صوة بتزرع تحت إيه شبك نت أمورك هتكون كويسة جدا مع توفير كميات مية كتيرة على الأقل تلو مرتين في اليوم إذ لم يكن ثلاث مرات في الحالة ده هيت كمان ممكن ترش كمان شوية مغزيات عشان الأوراق بتاعتك وتحافظ على نفسك من حاجة واحدة اللي هي الإيه العنكبوت الأحمر أول حاجة بشيل ورق البتنجان وبسقطه في مدة بتلاقي الأرض كلها كده بتتسقط الورق بتاعها وبتعرض الثمار عندك للشمس وتبقى عديمة الفائدة وظروفك مش كويسة خالص بشكر حضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته